ظهور الحارة التحررية بغينيا الشعبية وتطورها الحلقة العاشرة من سلسلة حارات التحرر في إفريقيا بعد الحرب العالمية الثانية تطور حارة التحررية بغينيا تم وضع المنطقة بأكمالية تحت الحكم السلطة الفرنسية ولم يتل الشعب الغيني بصفة خاصة وليقليم إفريقيا الغربية الفرنسية حيلة سوى القيام بحارات التحررية مع العمل لإشتطويرها مطاومة للاستعمار لقد كانت البداية الأولية لنشور منظمات الأحزاب السياسية الاتحادية من خلال دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة 1946 ميلادي وانعطت مؤتمر باماتو في نفس العام فمثل في هذا المؤتمر جميع الأقاليم الإفريقية في إفريقيا الغربية الاستوائية ومثلت عموما نرأي العام في إفريقيا الفرنسية وإجمالا فتت شهدت الفترة بعد الحرب العالمية الثانية ازديت في الوعي السياسي الإفريقي عامة والغيني خاصة والتطور السياسي الحاصل في هذه الفترة في غينيتان متملا لتطور في إطليم غرب إفريقيا الفرنسية ولأجفرد استغلال أرثر طعمة الحتومة الفرنسية باستغلال العمال الغينيين في الزراع والطرط والمصاني بأجور زهيدة وتتصاحبت هذه الحالة هجرة العديد من السلطانين المدن لأجل التطلع والعمل وتسب المال والبعض لأجل التخلص من الحياة البائسة التقليدية هذا ما ترى تأثر داخل المواطنين فبرزت طبطة عمالية الزراعية والصناعية بالتحسيس لتحسين ظروفها لذلك تطعمت بإنشاء تنظيمات نطرابية التي فشلت بعد العمل اضطهاد المستعمل لهم التي نعيد تسيسها وإنجاحها بعد 1946 ميلادي ومن منطلق العمل النطربي والتجمعات ظهر المناظر الأحمد سيكوتوري الذي طور العمل النطربي إلى منظمات وأحزاب سياسية فشتل حزب التجمع الديمورطاطي الإفريقي وأنشأ له في غينيا حزب باسم الحزب الديمورطاطي الغيني ودايتا في ماي 1947 ميلادي ومن أهداف هذا الحزب توحيد شعوب غينيا وإفريقيا عامة تشري الحتومة يخذرها الشعب وتطوم على المساواة التامة بين الضطور والإناث إنها الاستعمار إنها تاملا وعاجلا طام هذا الحزب دعم مجموعات تتون من الفلاحين والعمال البوسطة ومجموع الشباب المثقف وطدفتح أمامهم مجالات لأجل المطالبة بالحرية والعمل وتدع لضرورة التخلص من الإطار طابلي للمجتمع لكن هذا العمل السياسي لهذا الحزب الغيني أثار حفظة الحتومة الاستعمارية وطامت بالطهاد عضائه وأحدثت شطار بينهم لكن هذا لم يزد سوى من صلابة الحزب وفي 1950 ميلادي حدث شلل في السياسة الفرنسية أثناء حتومة ديرول وأصبحت فرنسا موافقة على تتوين ما يسمى وزارة في الأقاليم الثمانية في إفريقيا الغربية الفرنسية وبعد التطورات الدستورية التي شهدتها المستعمارات الفرنسية خاصة بعد صدور ترانون الإطاري 1956 ميلادي خاض الحزب الغيني انتخابات تشريعية وتمتن من الفوز بها ب56 مطعدا من ال60 مطعد وعين أحمد سيتوتوري رئيسا للمجلس التنفيذي رئيسا للوزراء إثر هذا الأم لم يتم بيد ديرول حيلا سوى أن يمنح حتى الاختيار بين الاستقلال التامة والبطاة في جماعة الشعوب الأفرو فرنسية التي حلت محل الاتحاد الفرنسي وبالرغم أنه حاولت ديرول في ضم الدول الغربية الإفريقية للدستور الفرنسي إلى أنه تتفاشل في ذائقة وتتجار الاستفتاء في 28 أيلول 1958 ميلادي وتهت نتيجة رفض الشعب الغيني للدستور الفرنسي بنسبة 79% لا تتانى هذا الاعلان تستعطى للمستعمر الفرنسي وطعمت فرنسا بمجموعة من العراطين لأجل إضعاف المطاومة السياسية لغينيا تاستدعى الجمع موظفها وخبراتها ومدرسها ورف تقديم الدعم المساعدات الارتصادية لها لأن الشعب الغيني صمم على اختيال استقلال واسترجاع السيادة الوطنية وقدم تضحية جمع لتحقيق إرادته وطموحه ولهذا أذعنت الحتومة الفرنسية بالاعتراب بالاستقلال للبلاد وفي جنوذي 1959 ميلادي نالت غينيا استقلالها وطبلت في ديسمبر من نفس السنة أن تكون عضوا في هيئة الأمم المتحدة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد وما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد